يعمل ادابلين على الحد من التورم والالتهاب ويستخدم في حالات حب الشباب والبصور والرؤوس السوداء وغيرها من مشاكل الجلد الدهني ويتوفر في صولة جل او كريم وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على اهم ميزاته والفرق بين الجل والكريم ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب اهلا بكم. كريم ادابلين اقل جفافا للجلد واقل تهيجا له واقل امتصاصا بالمقارنة بالجل ومن فوائد جل بالمقارنة بالكريم انه افضل من حية الامتصاص الا انه مؤلم اكثر. لان ادابلين يساعد على تجديد الخلية ويقلل احتمالية نمو خلية قد تغلق مساماتها ولانه من مشتقات فيتامين الف فانه يعمل على فتح المسامات المغلقة واحد انواع الغضض العراقية الموجودة في الجلد مما يسبب اغلاقها في ظهور الحبوب والرؤوس السوداء في الجلد. يعمل ادابلين على فتح المسامات المغلقة في الجلد والتي تسبب ظهور الرؤوس السوداء والبقع ليصبح الجلد دهنيا وتظهر النتائج عادة في غضون اشهر. يزيل ادابلين الرؤوس السوداء والحبوب واثار الحبوب والتصبغات من خلال التفاعلات في الخلية عن طريق تسريع تكون الخلية ومنع ظهور كل هذه البقع. ويقشر ادابلين الوجه من كل هذه العلامات. وفي هذه الحالة ينصح باستخدام كريم مرطب معه. ينصح الاطباء بالتوقف عن استخدام ادابلين اثناء الحمل. وبعض الاطباء ينصحوا بالتوقف عن استخدامه اثناء الاشهر الثالثة الاولى. ويعتبر ادابلين من ناحية الامان للحامل من الدرجة الثالثة. اي انه تم فحصه على الحيوانات ووجد انه سام. الا انه لم يفحص على الانسان. لذا يصفاه الطبيب للحامل في حال كانت الايجابيات تفوق السلبيات. من وظائف الادابلين انه يتحكم في تجدد الخلية وانقصامتها. والتخلص السريع من الصبغات. كما يصبت عمل الانزيمة المسؤول عن تكون صبغات الميلانين التي تزيد من اسمروري الجلد. وتكون التصبغات الجلدية التي تزيد من الكلف. ويستخدم ادابلين في ازالة الكلف ويوضع على المناطق التي يظهر فيها بعد تنظيف الواجهة وتكفيفه. كما يفضل وضعه في الليل. وينصح بوضع واقش شمس عند التعارض للشمس. وعدم التعارض للدوء خلال النهار. تحتوي طبقات الجلد على غدد ومسامات. وعند موت الخلية فانها تتجمع في هذه الغدد لتشكل بيئة مناسبة لنموة البكتيريا. ويساعد كريم ادابلين في القضاء على البكتيريا. يعتبر تركيز ثلاثة في المية هو الذي ينصح به. حيث يقوم بتقشير الجلد وبالتالي الرؤوس السوداء التي تجمعت على شكل طبقات. وتصبح ازالتها والتخلص منها اكثر سهولة. ويفضل استخدام غسول قبل وضع الادابلين. تستمر دورة الخلية واحد وعشرين يوم. وبعد مرور واحد وعشرين يوم تموت الخلية. ويتم التخلص منها وتحل محلها خلية جديدة. وعندما تختل دورة الخلية وتتراكم الخلية الميتة تغلق المسامات في الجلد. مما يشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا. ليحدث التهاب ينتهي بتكون الحجوب والرؤوس البيضاء التي تتأكسد لتصبح رؤوس سوداء. ويقوم الادابلين بتحفيز الجينات المسؤولة عن موت الخلية وتكونها. مما يحفز جينات اخرى تساعد على اكتمال نمو الخلية لتكمل دورتها بشكل طبيعي مدة واحد وعشرين يوم. ولكن يعتبر ادابلين وحده غير كافي لعلاق حب الشباب والرؤوس السوداء. لذا يجب تناول مضادات حيوية الى جانب الادابلين. قد تظهر الحبوب في المناطق الحساسة لعدة اسباب. منها التغير في الهرمونات والاسباب الوراسية وانسداد المسامات والدهون الزائدة. وتعتبر هذه المناطق اكثر حساسية من غيرها. لذا يجب ان تعالج بعناية ومراقبة وتحت اشراف الطبيب. وقد وجد ان ادابلين يعالج السقاليل التي تصيب المناطق الحساسة. والتي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري. من خلال احداث سجبة في السالون نفسه. بسبب الوسطة الحمضة الذي يوفره ادابلين. ويجب التأكد من تكفيب الجلد قبل استعماله. وعدم ازالة الشعر من المنطقة بالواكس او الشمع خلال اربعة وعشرين ساعة من وضعه. يعد الادابلين من مشتقاط فيتامين الف. الذي يقوم بتنظيف الجلد من الترصبات التي تؤدي الى اغلاق المسامات وظهور البقعة الداكنة. ويستخدم ادابلين لتبيض المناطق الداكنة في الوجه او الظهر او الرقبة. ويفيد ادابلين لاشخاص اصحاب البشرة الدهنية الذين يعينون من الحبوب بسبب تراكم الدهون وظهور الرؤوس السوداء. من الاعراض الجانبية لدواء ادابلين الجفاف والتكشر وعدم ارتياح الجلد والحكة وتكشر البشرة والحروق الشمسية وتفاكم حب الشباب والتهاب الجلد التماسي والاجزيمة والطفح وتلون الجلد. اولا يستخدم في علاج حب الشباب. ثانيا الرؤوس السوداء. ثالثا الرؤوس البيضاء. رابعا البخعة الداكنة في الجلد. واخيرا السيطرة على الزهم. يوجد العديد من الحالات التي يمنع فيها استخدام كريم ادابلين. منها اولا الاشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من المكون الاساسي او احد مكوناته او حساسية فيتامين الف. ثانيا لا يوضع ادابلين على الصدر اسناء الرضاعة. ثالثا لا يستخدم للاطفال تحت سن اتنشر سنة. رابعا لا يوضع على الحروب والجروح والخدوش ومن يعاني من الاكزيمة. خامسا لا يوضع على العين او فتحة الانف او الشفتين. وفي حال تم وضعه على هذه المناطق يجب غسلها في هورم بالماء. سادسا لا يجب وضع ادابلين ثم التعرض لاشيعة الشمس وينصح بوضع واكل الشمس او تغطية المنطقة المصابة. سابعا لا يوجد دراسات تثبت او تنفيه ان ادابلين يدخل الى حليب الام. لذا لا يجب وضعه الا تحت اشراف الطبيب. سامنا عند استخدام ادابلين على الجلد يجب تجنب استخدام الواكس او اي مواد مزيلة للشعر على المنطقة المصابة. واخيرا يستخدم ادابلين بحذر عندما ياخذ المريض ادوية تحتوي على ستلفر. يجب اعلام الطبيب في حال وجود تاريخ مراضي لبعض الامراض الجلدية وخصوصا الاكزيمة. ثانيا قد يسبب هذا العلاج زيادة الحساسية للشمس. لذلك يجب على المريض تجنب التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة واستخدام مواقع مناسب للشمس وارتداء ملابس تحمي من اشعة الشمس. ثالثا تجنب ازالة الشعر من المنطقة التي تخضع للعلاج. واخيرا يجب استشارة الطبيب قبل استخدام العلاج اثناء الحملة والرضاعة. لا توجد حاليا دراسات كافية لتأكيد سلامة استخدام العلاج على الجنين. ويستخدم العلاج في حال كانت المنفعة العلاجية تفوق الخطر. ويجب دائما استشارة الطبيب قبل استخدام هذا العلاج. وبالنسبة للرضاعة فمن غير المعروف ان كانت دواء يفرص في الحليب ام لا. ويفضل ايضا استشارة الطبيب قبل استخدامه. طريقة استخدام كريم ادابلين. اولا يستخدم مرة واحدة يوميا قبل النوم. ثانيا يجب غسل اليدين قبل استخدامه. ثالثا يجب تجنب وضعه على العين والعزن والشافتين او الجروح او الحروب. رابعا نقوم بوضع طبقة رقيقة من الكريم وتدن على الوجب الكامل باستخدام رؤوس الاصابع. خامسا يسبب ادابلين جفاف في الجلد لذا قد تحتاج البشرة الى مرطب. سادسا يحتاج العلاج الى الصبر ومدة كافية فلا تستعجله النتائج. واخيرا قد يشعر المريض في البداية ان الحالة تزداد سوءا وفي حال لم تتحسن النتائج خلال تمانية الى اتنشر اسبوع يجب مراجعة الطبيب. يتوفر ادابلين في صور جيل بتركيز واحد في المية وثلاثة في المية وكريم بتركيز واحد في المية ويتم اختيار الشكل المناسب الذي يناسب حالة الجلد واستجابة الجلد لهذا النوع من قبل الطبيب. يحفظ ادابلين في مكان جاف بعيد عن الحرارة والرطوبة تحت خمسة وعشرين درجة ماوية. وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. ولا تنسوا الاستراج بالقناة والاعجاب بالحلقة وترك رأيكم في طالب الطبيب. موسيقى